بيحس بنشوة وبلزة وقت الانتقام وهو بيسمي ده الروح لكن هي راحة وهمية واللزة دي ما لما عند بعض الناس سالعامة بتتحاول الشعور بالزنب والتأنيب ويفضل يأكل في نفسه حتى لو الإنسان أدرك ده بشكل واعي إيه الحكاية؟ إننا احنا مش عن نتقم ولا إيه؟ في ناس بتتربق أولادها شوفوا الكلام في ناس بتتربق أولادها على إن الانتقام ده صفة من صفات الرجولة الرجل هو اللي يعرف ينتقم من الأزاه وإن الرجل هو اللي بياخد حقه بدراعه ولو هيظلم ولو هيأذي وما أنا مش محتاجة أشاور لكم على بعض بعض الشخصيات اللي احنا شفناها وكونت ثقافة الناس إزاي حسست الناس إن ده بقى راجل لما زل وأزى وبهدل ووجع وأصاب الناس بالألم هو كده راجل لكن الانتقام على فكرة مش جزء من الرجولة هو ممكن يكون أخذ الحق جزء من الرجولة بس الانتقام مش جزء من الرجولة والمنتقم على فكرة مش بطل يعني اللي يقولك إن الانتقام ده بطل ده بيدحك عليك ده عايز يشوه نفسيتك لأن المرؤة والشجاعة في استرداد الحقوق من غير تعدي ولا ظلم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ليس القوي بالسرعة ولكن القوي من يملك نفسه عند الغضب والعفو يا سادة علامة من علامات قوة الإنسان ولذلك الله سبحانه وتعالى قول ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور عزم الأمور دراجل يبقى في حد ممكن يسألني بقى مش حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بينتقم لا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعاقب على انتهاك الحرمات الله هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعاقب على انتهاك الحرمات زي ما روت السيدة عائشة ما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه أدي باب هو اللي هو الأوسع الأبواب اللي الناس بتنتقم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أنه ما فيش ما فيش انتقام للنفس هو ما انتقم الرسول الله صلى الله عليه وسلم للنفس إلا أن تنتهك حرمة الله فانتقم لله بها يعني إيه يعاقب على ده فالانتقام هنا معناه العقوبة على الجريمة لأن إحنا عندنا تعدي حرمات الله جريمة فيبقى رسول الله بيعاقب على إيه على الجريمة يبقى آه ده حق يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بيكانتش بينتقم للنفس أبدا صلى الله عليه وسلم ولذلك اذهبوا فأنتم الطلقاء وعشان كده دفاع الإنسان عن الحقوق ورد الحقوق لأصحابه وقامة الحدود حدود الله هو ده كان معنى الانتقام النواء أنه يقيم القانون والعدل بين الناس لكن مش معناه أبدا أنه هو ينتقم للنفس بس يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث ده بيقول إيه الانتقام هنا معناه إيه إجراء القانون وإجراء سيادة القانون برساطة خالص يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبق العقوبة على الجريمة بس تبقى إذا حد أذى ما كانش ينتقم صلى الله عليه وسلم إيه بقى اللي بيخلي الناس تفضل تتعود على الانتقام لغاية ما الانتقام ده وتتحول إلى إدمان وهوس علماء النفس بيقولوا إن ما انشأ السلوك ده ممكن يرجع للطفولة للتنشئة فلو الإنسان تعرض في طفولته لإساءة أو صدمة وفضل يعاني من مشاعر غضب مستمرة مكبوتة أو حتى حولته إلى إنسان عصبي ما حدش بيقدر فممكن يكبر وهو عايش في دايرة من دايرة العداوة والرغبة في الانتقام من أي حاجة أي حاجة أي حد ممكن يعمله حاجة ممكن يحب ينتقم منه وهو حتى ممكن يقول كده أنا بحب بتلزز لما أشوف الناس بتتألم لما تتضيقني وتأزيني أنا بحب كده وأحيانا للأسف لما بيقدرش يتعامل مع مشاعر غضب دي بيلجأ لأي وسيلة من وسائل أذى الذات يعني بعض الأحيان لو هو ما قدرش يأزي الناس وانتقم تفضل الحالة دي مكبوتة عنده ويأزي نفسه يعني زي إنه ممكن يشوه جسده في حاجة مشهورة أو في علم النفس اسمها كاتنج إنه يقطع جسمه كوسيلة غير مباشرة للانتقام باللانتقام من الآخرين ممكن يكون ينتقم من أبوه من أمه ينتقم من المجتمع إنه يشوفهم قدي إيه أنتوا عملتوا في إيه لأنه ينتقم من المجتمع يا سادة المشكلة لما الانتقام يبقى يسلوه بحياة فيجي الإنسان يحس دايماً إنه هو بالخزلان يخلي الإنسان يقرأ الحياة كلها بسوء الظن هو حاسس إنه أبوه أمه خزلوه فيتعامل على إنه كلها يخزله فيفسر النظرة بتاعت زميله الهمسة بتاعت اللي قاعد جنبه في المكرباص الكلمة حتى عدم التفات الإنسان ليه يفسر ده كله على إنه أزليه ويطور الإحساس بالخزلان لحد ما يحس كمان إن ربنا خزله للأسف 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 ويبقى عنده سؤال ليه ربنا سابهم يؤذوني ليه ربنا ما منعهمش من أزايا